السلام عليكم يا تاسع كيفكم حبيباتي رح نكمل درس التوكيد طبعا حكينا انه التوكيد يقسم لقسمين عندي توكيد معنوي وتوكيد لفظي التوكيد اللفظي اني بكرر لفظ اكثر من مرة في الجملة مثل اذهب اذهب الى السوق اشرب اشرب الماء هون انا بأكد اللفظ اكثر من مرة توكيد لفظي اما التوكيد المعنوي قلنا انه معنى يعني من كلمة معنوي انه شيء شيء لفظي انا يعني بتحس من خلال هاي الكلمة انه هذا توكيد معنوي يعني كلمات محددة بتجعلك تحسي انه هاي الكلمات تدل على توكيد بدنا نحفظهم يا تاسع بدنا نحفظهم يا تاسع مثل اسماءنا بدنا نحفظهم مثل اسماءنا شوفي لي ايهم هون عندك مثلا نفس عين ذات كلا للمذكر كلتا للمؤنث جميع كل هذه الكلمات تدل على توكيد معنوي كيف بتكون توكيد معنوي لازم يتصل فيها ضمير يجب ان يتصل بها ضمير هذه الكلمات يجب ان يتصل بها ضمير حتى اعلم بان هذه الكلمات تدل على توكيد تدل على توكيد معنوي هذه الكلمات يجب ان يتصل بها ضمير هذه الكلمات تتبع المؤكد قلنا المؤكد هي الكلمة التي تسبق التأكيد مثل حكينا لهاي كلها مثل بعض النعت والعطف والتوكيد والبدل كلها بتتبع الكلمة اللي قبلها توكيد الكلمة اللي قبلها اسمها المؤكد بتتبعها في الإفراد في الجمع في الرفع في النصب في الجر تتبع المؤكد في الرفع والنصب والجر وقلنا هاي الكلمات يجب ان يتصل بها ضمير جميعها يجب ان يتصل بها ضمير تمام جميعها يتصل بها ضمير رح ناخد هذا المثال يا تاسع كلا الليل والنهار معتدلان طب يا ربي المس قالت انه لازم يتصل فيها ضمير طب هون ما اتصل فيها ضمير هون تبع كلمة كلا الليل كلا الليل هون تبع كلمة التوكيد هون تبع اسم تبع التوكيد هون اسم هذا الاسم اش يعني يعني لما بشوف انا هذا الاسم يعني انه التوكيد انا بدي اعربه حسب موقعه في الجملة وفي طريقة اعراب يجب اتباعها اذا التوكيد اللي هو كلا وكلتا فقط كلا وكلتا ما تتصل فيهم ضمير تبعهم اسم فانا بعرب بالحركة المقدرة حسب موقعه بالجملة عندي كلا هون كلا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة منع من ظهورها التعذر اذا كلا هون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على الالف الضم المقدرة على الالف منع من ظهورها التعذر هذا بيكون اعراب كلمة كلا اذا كلا او كلتا ما اتصل فيها ضمير وعلامة رفعه الضم المقدرة منع من ظهورها التعذر اذا كلا هون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على الالف الضم المقدرة على الالف منع من ظهورها التعذر هذا بيكون اعراب كلمة كلا إذا كلا أو كلتا ما اتصل فيها ضمير وإجا بعديها اسم تعرب حسب موقعها في الجملة تعرب حسب موقعها في الجملة ولكن بدك تتذكر هذا بدك تحفظي مثل اسمك مثلا مبتدأ مبتدأ مرفوع على مترفعه الضم المقدرة المقدرة على الألف مبتدأ مرفوع على مترفعه الضم المقدرة على الألف طيب كلتا هما هنا بدت الأرض والسماء كلتا هما بدأت الأرض والسماء كلتاهما كلتاهما هنا بعربها مباشرة كونه اتصل فيها الضمير بعربها توكيد معنوي توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الألف وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى إذن بعرب كلتاهما توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى ملحق بالمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر باليا كلتاهما كلتاهما ملحق بالمثنى ترفع بالألف وتنصب وتجر باليا فبعربها هون توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف وهما ضمير متصل ممني في محل جار بالإضافة تمام؟ في محل جار بالإضافة هما ضمير متصل ممني في محل جار بالإضافة واضح؟ هيك بنكون أنهينا التوكيد اللفظي والمعنوي يا تاسع عفوا أنهينا التوكيد وعرفنا أنه التوكيد المعنوي لازم عندي مجموعة كلمات يتصل فيها ضمير اللي هو الهاء في معظم الأحيان لازم يتصل فيها ضمير وهذا الضمير هو اللي بيخليني أعرف أنه هاي الكلمات تدل على توكيد ودائما الضمير بعربه فيها ضمير متصل ممني في محل جار بالإضافة ضمير متصل ممني يعني بتحكي في محل جار بالإضافة أو بتحكي في محل جار مضافة ضمير متصل ممني في محل جر مضاف لأنه أصلا التوكيد هون مضاف يعني هون لما أنت بدك تحكي لكلتا توكيد معنوي مرفوع لامة رفعه الألاف لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف هما ضمير متصل ممني في محل جر مضاف إليه أو بالإضافة حكينا وإذا ما اتصل فيها الضمير اتصل فيها الاسم ما بتنعرب إعراب الملحق بالمثنى ولكن تعرب بحسب موقعها بالجملة مثلا قلنا مبتدأ مبتدأ مرفوع لامة رفعه ضمه المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر ونحن قلنا إذا الفعل انتهى بألف وما وضحت يعني ما قدرنا نضع عليه الضم منعكي منع من ظهورها التعذر وإذا انتهى الفعل بواو أو ياء مثل يدعو فعل مضارع مرفوع لامة رفعه الضم منع من ظهورها الثقل لأني ما بستطيع أحكي يدعو ما بستطيع أني أنطق الكلمة بشكل صحيح هيك إحنا بنكون أخذنا التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي بكرة بإذن الله غدا بإذن الله رح نحل السؤال الثاني والسؤال الثالث صفحة 32 وأنا أزللكم الحالية تاسع ويعطيكم العافية